هو الشغل في الجماهير يا أستاذ إبراهيم صانع الأحداث طبعا أنا حقول لك حاجة إحنا بقنا مدة بننتقد أن أمور الآله والزمالك تناقش بهذه المتابعة الدقيقة اللي أحيانا كثيرا ما تكون مغلوطة في الشاشات الخليجية صح؟ من المرة أهتمته أو يعني ده دليل إيه؟ دليل إيه؟ المتابعة دليل إحساسهم إن ده عمل إعلامي من طراز أول إنه تعمل كده الناس تشوفك جاذب نجموره مثل هذه العلاقة بين الإعلام وما يدور في مصر حتى وأنت تبرز أحيانا بعض الأخبار ما بتكونش دقيقة هي نتاج أهمية الدوري المصري وحجم الكرة المصرية في المتابعة على مستوى الخليج العربي والإفريقي والأسياوي ما إحنا يعني مش عايزين ندي الموضوع أبعاد أكثر من هذا لا هو الموضوع ينبهنا إلى أن إحنا إحنا فعلا محتاجين نتطور إحنا محتاجين نتخلص من سلبيات كتيرة إحنا محتاجين ندرك أن صناعة الكرة المصرية دي ينفع تبقى أحسن من كده بكتير ينفع تبقى مورد اقتصادي كبير جدا ينفع تبقى مدرة لعناصر ومواهب في الخارج كتيرة ينفع تفتح لها أبواب تطلع عناصر كتيرة موهوبة تحترف في كل ملاعب العالم ينفع أن أنت تقدر تصور تصوير تلفزيوني أحسن من كده بكتير للمسابقة المصرية والمباريات المصرية ينفع أن أنت تكون عندك مسابقة منضبطة جدا وجدولها منضبطة والعناصر القائمة عليها بفعلا شايف أن المنظومة بالكامل تحتاج لكل هذا التنظيم في الآخر يا سيد إبراهيم هو إحنا ليه ما ناخد شي من هذه التعليقات وهذا الكلام دوافع للتحدي نصلح نوصل بقى بشكل يعني لازم نتنبع ما يحدث في الكرة السعودية لا مؤشر لازم يخليك أنت تتنبه لللي جاي لازم أنت كمان بسرعة تتطور خاصة عندك أدوات مختلفة عندك أدوات مختلفة بأهداف مختلفة بمسارات مختلفة محدش يترقها غيرك هذا المسار للكرة المصرية ده صناعة مصرية بحتة نتمنى إن شاء الله تعالى ولعل كلام وليد الفراج كان كويس إنه ينبهنا إحنا فعلا محتاجين نتطور ترجمة نانسي قنقر